ليست الملفات الخارجية وحدها ما ينتظر على حر من الجمر وصول الرئيس القديم الجديد إلى سدة الحكم في البيت الأبيض فبعد فوزه في معركة انتخابية ليست بالشرسة هناك ملفات داخلية في غاية الحساسية تمثل تحديات كبيرة لدونالد ترومب حامل لواء الجمهوريين عندما يتولى مهم منصبه رسميا في يناير المقبلة وعودته إلى البيت الأبيض الذي غضره قبل نحو أربع سنوات ملف المهاجرين غير الشرعيين أخذ حيزا كبيرا من النقاشات خلال الحملات الانتخابية في السبق الرئاسية في أول رد فعل بعد إعلان فوز ترومب بالانتخابات واعتراف منافسته الديمقراطية كما لها رسب الهزيمة صرحت كارولاين ليفت متحدثته باسم حملة ترومب بأن الرئيس الأمريكي المنتخب سيكون قادرا الآن على إطلاق عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين جاسن ميلر مستشار ترومب أكده أيضا أن رئيس المنتخب سيتعامل منذ يومه الأول مع أمن الحدود حيث يمكنه استخدام الأوامر التنفيذية لمتابعة السياسات التي وعد بها خلال الحملة ولكن تنفيذ عملية ترحيل ضخمة تستهدف المقيمين بشكل غير قانوني خصوصا أولئك الذين لديهم سجلات جنائية قد تشكل تحديا كبيرا لإدارة ترومب في ولايته الثانية كما تعهد ترومب بالتوقيع على أمر تنفيذي في اليوم الأول لمنع الوكالات الفيدرالية من منح الجنسية الأمريكية تلقائيا للأطفال الأجانب الذين يولدون في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين وتعهد ترومب أيضا باستئناف بناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك وهو الإجراء الذي أوقفته إدارة الرئيس الحالي جو بايدن فهل ينجح ترومب في تحقيق ما تعهد به خلال حملاته الانتخابية؟ أن التكلفة الباغذة والتحديات الضخمة ستمنعه من إغلاق ملف المهاجرين غير شرعيين إلى الأبد